أهمية الصبر في عدد اتنين بشوف مثال الصبر في عدد ثلاثة أشوف وقود الصبر أنا منين أجيب طاقة عشان أصبر خلينا أعدي لك عليهم بصرع عدد واحد لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر كلمة نحاضر أنا قلت لك المرة اللي فاتت أنها تراكيو باليوناني اللي هي منها تراك يعني بنجري وبالتالي أقول لنحاضر في الجهاد يعني نجري السباء بتاعنا المتعب نحاضر بالصبر في الجهاد جهاد أجوني الكلمة الإنجليزية يعني نجري السباء بتاعنا الموضوع أمامنا دي صورة يعني كاتب العبرالين أبدع في الصورة البلاغية التشبيهية اللي بيصور بيها الحياة المسيحية هنا وهنا زي ما قلت لك أنه شايف الحياة المسيحية باعتبارك متسابق تريد أن تصل للعرش مش لميداليا أنت عايز تملك مع يسوع وعشان كده حطلنا يسوع فيها هنا جلس فيه عرش وإنت ماشي على مثاله أنت شايف أن فترة الحياة الحاضرة بتاعتك ما هي إلا فترة جهاد وسباق وتدريب وتمرين تريد أن تعد من خلالها للعرش وأنا عايز العرش عايز أسمع النعمة نعمة أيها العبد الصالح ليكن لك سلطان على عشر مدن أريد أن أكون كفئا أريد أن أخرج من هذه الحياة بكفاءة روحية وشخصية ففترة الحياة بالنسبة لي هي فترة سباق إعداد للعرش إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه الجزء من 4 إلى 8 يغير المتافور يغير التشبيه خالص ويأخذك لصورة بيت أب مع ابنه والأب عمال يأدب في ابنه والتأديب مش عقاب تربية وتنمية وتطوير لجعله جدير بالشركة مع أبو فتلاقي هنا لكي تكون جديرا بالملك وهنا لكي تكون جديرا بالشركة لكي تكون جديرا بالملك ينبغي أن تطور الصبر لكي تكون جديرا بالشركة ينبغي أن تطور القداسة فهنا إعداد للملك وهنا إعداد للشركة هنا إعداد بالصبر وهنا إعداد بالقداسة يقول لي كي نشترك في قداساتي أي ابن لا يؤدبه أبو إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول اللجتمة يعني أنتم مش أولاد حقيقين لكن لو ابن حقيق أبو بيحبه وعايز يقعد معاه وتكلم معاه لابد أنه يؤدبه فالصورتين دول نخليهم في ذهننا لما جاي صور الصورة بتاعت المتسابق بقى فبيقول إيه يعني لو أراها بترجمة من عندي للنص اليوناني أقول إذن إذن لنحاضر يعني لنجري هذا السباق لنجري هذا السباق بعدين كومة ونحن لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا علينا أن نطرح كل ثق والخطيئة المحيطة بنا بسهولة نحاضر في الجهاد الموضوع أمام يعني الصورة أنه أنت على فكرة عندك شهادات كتيرة قوي لناس كملت التمرير كملت السباق ده وخلصته فما تتحججش وتقول ده صعب الانفلوانسرز الروح الكتابيين حلو التعب بس مش على الانستجرام لكن فيه كلمة طلعة في عبرينين 11 إن عندك ناس كملت عندك ناس خلصت السباق ده ولما تشوف الليستة بتاعت عبرين 11 تلاقي جميعها بعناية كل أنواع الضيقات والألام اللي أنت ممكن تكون بتعدي فيها أثناء التدريب أي حاجة حاجة في المشاعر حاجة في الجسد حاجة في الفكرة حاجات كتير قوي هتلاقيها موجودة فإحنا عندنا يا جماعة شهادات كتيرة من ناس خلصوا السباق فشد حيلك